ايجين مثلا انا بقول انه ليه لو فيه اتنين مقبلين على الزواج مايروحوا يحوضوا محد يتكلموا معه المفروض ياخدوا فيه فيه دورات بتتعمل اكبرية مفروض تتعمل على فكرة والله المفروض تبقى اكبرية عشان الناسة بتطلق تقل طب المتزوجين لو فيه اتنين مختلفين مع بعض بس حبين بعض انا ممكن جوزي يبقى فيها عيوب او مراتي فيها عيوب بس انا بحبها او هي بتحبيني ليه ما نروحش نعود مع حد ما نروحش نعود مع والدتي او والدتها طب ما نروح نعود مع دكتور متخصص ويقول لي انا علي ايه وليه ايه و هي عليها ايه و ليه ايه مش ممكن اشوف وجهة نظر مختلفة واشوف الوضع كله من وجهة نظر مختلفة وحس ان انا لأ كنت غلطان في حاجة صحيح يعني انا اعرف واحد كان بيتعنف جدا على امراته هو كان من منطقة شعبية وبيتعنف جدا على امراته فاكر ان ده صح يقول لي يا صحيح وده لازم وانا اقصر قبتها وانا اقصر ولازم تسمع الكلام واش عارف ايه قاعد مع حد شايف الموضوع بطريقة مختلفة شايف ان هي روح وان هي بني قدمة وبتدايق وبتزعل وبتحب وبطبطب عليها بتبقى كويسة وبالكلمة الحلوة الدنيا تمشي فانه ليه ما نسألش حد متخصص ممكن نحلوش هم نفسهم على فكرة يعني مثلا دي بيسموها برا لما بتبقي قاعدة مع راجل وزوجته وبيبتدوا يتكلموا عن مشاكلهم هي نفسها بتستغرب ايه دا هيجي فكرتك عني وانت بتحبني قوي كده يعني عارفة لما بتبتدي تقربي الامور لما بتبتدي تحاول تجيهم لغة مشتركة او ارض مشتركة يوقفوا عليها هي نفسها تستغرب بتقولك انا مكنش عارفة انك بتحبني قوي كده وشيحني حلوة كده بالضبط او العكس يعني عارفة اللي هو ايه دا انت فعلا مقدرة امال انا ليه ما بحسش انك مقدرة فيريت الناس تلجأ للمتخصصين انا معايك 100% يريت ما نلجأش مش ما نلجأش للأهل الأهل طبعا متقيمتهم كانت وحتبت طلطول الامور ولكن زي ما كانوا بيقولوا زمان اللي هو هما يعني احنا هننسى فيه اعتبارات لا واحنا هننسى هما هبضلوا فاكرين هي قالت او هو قال هي عملت او هو عمل او معشان ما نسمعش حد من طرفه او حد من طرفها نجيب حد متخصص المفروض لانه ساعات فيه برضو تبقى ام الزوج بيبقى ليها تأثير عليه تعمل ازي ما هي كانت بتعمل معاه في البيت عايزة امراته تعمله وهو كبان بيبقى منتظر ده طب انت لو شفت طرف تالت خالص حد متخصص وسألته هيقولك انت بقى كزوج واجبتك ايه يعني انت مش عليك ان انت تصرف فلوس بس لا فيه ليك دور تاني في البيت لو قمت به حتى لو ظروفك المادية مش قد كده الدنيا مش انت تعباني اليومين دول في الفلوس لو انت بقاين بدورك بقى في البيت كرجل وكزوج وكأب هنشيل بعض هنستحمل بعض الدنيا هتمشي على فكرة يا كلمة هنشيل بعض دي دي مهمة قوي ما بقناش نشيل بعض احنا ما بقناش نستحمل بعض على المستوى الانساني يعني مبالك الزوج والزوجة فعلا ما بقوش يستحمله بعض بقوا مستنين لبعض على الغلطة وكل واحد عايز يسجل غلطة التاني في كراسته علشان اطلعها لك لما احتاجها عارفة مرة كنت بتكلم مع رجل دين يعني كنت بقوله نيسة بالطلاق زادت قوي ليه يعني فقالي هقولك حاجة قلت له ظروف الاقتصادية ليه لأ هقولي مش بتشوفي حد بواب قوي يعني حارس العقار البواب قاعد هو مراته مخلفين عشر عيال قاعدين معهم وبيتحكوا صح؟ ومبسوطين قوي اوه صح فعلا ومعهم مش فلوس كتير يعني قالي ليه ليه قالي عشان متفقين متفقين في كل حاجة في العلاقة الحميمة في ال في ال بيتكلم بيوده بعض قالي حتى شوفي بصي انه ظروفه صعبة قوي بس متفق مع مراته وما فيش مشاكل فحسيت ان الموضوع فهمش موضوع فلوس عمره ما كان موضوع فلوس مش موضوع قزمة مادية لأ لأ موضوع تفاهم وكل واحد بيقوم بدوره بس هي اسهل ان احنا نرميها على الامور المادية يعني انا مثلا بدل ما اقول انا سيء وانا مش عارف ايه هي طماعة هي عايزة فلوس او انت مش مكفيني ما هو دايما بيقولك في حاجة في علم النفس بيسمها primary secondary حاجة اولا ويه اني لما بالزبط فانا احنا بيبقى على السطح انت مش مكفيني مادية لكن في امور اعمق الامور الاعمق اصلا ومحلولة مش هبقى سنة للامور السطحية والعكس انت طماعة او انت كذا هو ما بتكلمش اصلا على الفلوس ولا هي عمرها يعني دايما حتى بره بيقولك when you talk about money it's never about money يعني لما بتكلم على الفلوس عمرها ما بتبقى على الفلوس وحتى مثلا بيقولك في العلاقات الحميمة لو الرجل مكتفي في العلاقات الحميمة ما بيطلقش مهما كانت الاسباب مثلا او المرأة نفس الحكاية وما بيشتكوش من بعض يعني لو العلاقة دي نجحة فبيقولك هي بتنجح 90% بتنجح الزواج ده حقيق العلاقة الحميمة مهمة جدا هي اساس الجواتر ترجمة نانسي قنقر البدا��니다